قال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني ناصر القدوة إن الانتخابات التشريعية يمكن أن تمثل مدخلاً لإحداث التغيير الكبير المطلوب على الساحة الفلسطينية وفي مقابلة مع تلفزيون العربي حذر القدوة من مغبة أي تأجيل للانتخابات معتبراً أن ذلك في حال وقوعه سيفرز تدعيات تضر بالمصالح الوطنية الفلسطينية بدأ التحضير بالفعل وبدأت العملية الانتخابية وطرحت قوائم ومضى الأمر خطوات عديدة الآن التراجع عن ذلك هو أمر خطير يضر بالمصالح الوطنية الفلسطينية وقد يترتب عليه نتائج وخيمة أرجو أن لا يحدث ذلك على كل حال سوف نترقب وبالنسبة لنا نحن نعمل على اعتبار أن الانتخابات حاصلة مئة بالمئة وأنها حاصلة غدا أضاف القدوة للعربي أن الأسير مروان البرغوتي تعرض لحالة من الخداع السياسي بعد تعديل قانون الانتخابات بحيث يمنع ترشح أي شخص لا يدعمه حزب أو قائمة انتخابية تقديري أنه تم الاتفاق كما أعلن على تأجيل البحث في موضوع الترشح للرئاسة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المشكلة أنه حصل خداعهم أولا تم تعديل قانون الانتخابات بطريقة فيما يتعلق بالجزء المتعلق بالرئاسة الانتخابات الرئاسية تم تعديل قانون الانتخابات بطريقة تمنع ترشح أي شخص ما لم يتم ترشحه من حزب أو قائمة موجودة قالت لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية أن القيادة السياسية بعثت برسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد فيها أنها ستجري الانتخابات في القدس والضفة وغزة وفق البروتوكولات المتفق عليها كما حصل في الانتخابات الماضية أوضحت اللجنة في بيان أن البروتوكولات تتلخص بالنسبة للقطس بعملية اقتراع في ستة مراكز بريد تتزع لأكثر من ستة ألاف شخص وهو ما يحتاج إلى موافقة من إسرائيل كون مراكز البريد تحت سيطرة الاحتلال وبحسب اللجنة سيصوت بقية ناخبين المقدسيين وعددهم حوالى 150 ألف شخص في ضواحي القدس وهو ما لا يحتاج أو لا يحتاج طبعا إلى موافقة سلطات الاحتلال للحديث أكثر عن مشهد الانتخابات الفلسطينية ينضم إلينا من رمالة حسين تحمايل المتحدث باسم حركة فتح أهلا وسلم بك سيد حمايل السيد ناصر القدوة وفي مقابلة مع تلفزيون العربي تحدث عن عملية خداع سياسي جرت مع الأسير مروان البرغوثي بتعديل قانون الانتخابات بعد الاتفاق معه على الانتخابات التشريعية ما هو تعليقك على هذا الكلام؟ أولا أخت رويدة عندما تكلم دكتور ناصر قدوة قبل قليل قال بتقديري ثم قال عن وجود خديعة هذا كلام غير صحيح وكلام عاري عن الصحة هذا أولا موضوع القانون الفلسطيني والدستور الفلسطيني هو شأن المجتمع الفلسطيني وشأن كل أطياف العمل السياسي الفلسطيني التي التقت سابقا والتقى الأمناء العامين وتم التوافق على كل هذه القضايا التي تخص الانتخابات في القاهرة وفي اجتماعاتنا الطويلة التي حصلت ما بين الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ونحن الآن نسير نحو الانتخابات وأن يخرج علينا الآن كثير من بما فيهم دكتور ناصر في موضوع التحذير من تأجيل الانتخابات وكأن البعض يريد تأجيل الانتخابات هذا كلام غير صحيح أيضا أنا أكده للمشاهد الكريم بالنسبة أنك حركة فتح نحن نسير كدما نحو إجراء هذه الانتخابات وتقدمت القيادة السياسية الفلسطينية برسالة من خلال وسطاء وكذلك رسالة إلى دولة الاحتلال بخصوص إجراء الانتخابات في الكدس وأنا أكدك على قضية مهمة أننا لا ننتظر ردا من الاحتلال الإسرائيلي على إجراء الانتخابات لأن في النهاية الكدس هي مدينة فلسطينية والسيادة فيها للفلسطينيين حتى بحسب البيان الذي أصدرته اللجنة هناك انتظار لموافقة إسرائيلية على الاقتراع في ستة أماكن بريد لأنها تقع تحت سيطرة سلطات الاحتلال ليس كذلك خلينا أختي نركز في قضية مهمة الموافقة التي تنتظرها لجنة الانتخابات المركزية هي بناء على الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال وكذلك حسب القانون والشرائع الدولية الموجودة عمليا دولة الاحتلال هي الآن تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقعة هذا أولا ثانيا بالنسبة لنا موضوع الانتخابات سنسير قدما وسننتزع حقنا بإجراء الانتخابات داخل الكدس ولكن هذه الكدس هناك 220 ألف مواطن مقدسي موجودين داخل المدينة المقدسة وليس 150 كما سمعت قبل قليل في التقرير يحق لهم التصويت ونحن نصر في هذا الأمر على أن تكون الانتخابات ترشحا ودعاية وانتخابا فقط للتوضيح سيد حماي المئة وخمسين سيصويتون في ضواحي القدس وهذا بحسب بيان اللجنة ليس فقط في التقرير اوكي إذا هنا بجوز أنا ما فهمت الصح لا لا يعني أنا مش بصدد أني أخطأ حدا ولكن أنا بأكد لك على معلومة أن 22 ألف مواطن فلسطيني يحق لهم التصويت والمواطنين المقدسين ما يزيد عن 360 ألف مواطن فلسطيني موجودين داخل مدينة الكدس هذا أمر فقط للتوضيح الآن بالنسبة لنا في موضوعنا وموضوع إجراء الانتخابات بالأمس إسرائيل اعتقلت اثنين من كوادر حركة فتح على القائمة وهم أخونا أشرف الأعور وكذلك الأخ ناصر كوس وكذلك الأخت رتيبة النتش من قائمة حركة فدى داخل مدينة المقدسة قبل قليل اكتحمت قوات الاحتلال منزل أخونا عضو لجة إقليم قيادة حركة فتح في القدس الرشق ولم تجده في البيت ووضعت له تبليغا لمراجعة قوات الاحتلال أيضا بسبب مشاطات حركة فتح داخل مدينة القدس بما يقص بوضوع الانتخابات إسرائيل الإشارات التي تأتي منها وممارسة دولة الاحتلال على الأرض هي ممارسة تؤكد بأنها تضرب بعرض الحائط كل القوانين وكل القرارات الدولية وكذلك كل الاتفاقيات التي وقت عليها دولة الاحتلال أما بالنسبة لنا أنا أأكد لكم وأأكد للمشاهدة الفلسطينية أنت تقول بأن الانتخابات الفلسطينية لن تتأجل ولكن هناك حديث بأن هناك ضغوط تمارس من أجل تأجيل هذه الانتخابات ما خطورة ذلك؟ هل توافق مع السيد ناصر القدوة بأن تأجيل الانتخابات له عقبات وارتدادات خطيرة على المشهد الفلسطيني في هذه المرحلة؟ أنا أنا مش فاهم يعني هو في النهاية أنا بدي أحكي لك إشي نحن بالنسبة لنا نسير قدما باتجاه ومصممون كحركة فتح وكذلك قبل قليل قبل دقائق يعني صدر بيان للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أكدوا فيها على إجراء الانتخابات وأن القيادة الفلسطينية مصممة على إجراء الانتخابات لما لهذه الانتخابات من أهمية على المستوى الداخلي الفلسطيني في موضوع تجديد الشرعيات وفي موضوع الشراكة الوطنية والانتخابات مدخلا أيضا لإنهاء الانقسام وأنا يعني كثير اليوم بتردد قضية أنه وكأنه الكدس ستكون ذريعة لا يا أخوان هاي الكدس يعني أنت كإنسان عربية مسلمة مسيحية أي مواطن في هذا العالم لن يغفر لأي إنسان يحاول العبث في مكانة الكدس وأنها تحت السيادة الفلسطينية الموضوع مجدريعة الموضوع الكدس الآن تخرج أصوات خثيرة تقول وكأنه نريد تأجيل انتخابات هذا كلام الصحيح أنا بحكي لك نحن سنمضي قدما في الانتخابات وهذه الانتخابات هي حالة من حالات الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي وأنا بأكدك أنه لن تكون الانتخابات دون الكدس الكدس مركز القضية الفلسطينية وعلاقتنا فيها علاقة سيادة وعلاقة عقيدة شكرا لك سيد أحسان الحماية المتحدث باسم حركة فتح كنت معنا من رام الله